ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبراس لشرعتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وإمتنا وسادتنا بهم نقتدي وبآثارهم نقتفي قال الله سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي وأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه هم خير من أناب إلى الله ورجع مع قصة نبي الله إبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام ذلكم النبي الكريم الذي آتاه الله رجدا ذلكم النبي الكريم الذي قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة ذلكم النبي الكريم الذي قال الله في شأنه وقال الله له إني جاعلك للناس إماما فمثله يؤتم به ولقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآيات فإذا كان القوم يلتمسون قدوة يقتدون بها فقدوتنا أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم سادتنا وأئمتنا فقدوتنا نسأل الله أن يحشرنا معهم اللهم أمين يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم أمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه أي لا يعدل ولا ينحرف عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي هي الحنيفية السمحة التي هي الحنيفية السمحة لا يرغب عنها لا يبتعد عنها لا ينصرف عن الإسلام إلا السفيه إلا من سفها نفسه قال تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هكذا أعلن عن اعتناقه دين الإسلام أعلن عن الاستسلام والانقياد والخضوع لله وهكذا يجب أن نكون فنحن عبيد لله مستسلمون له خاضعون له نحن عبيد لله لسنا بأحرار نفعل ما شئنا ونتكلم بما شئنا بل نحن عبيد لله سبحانه مستسلمون له خاضعون منقادون وهذا مما نفارق به غيرنا من أهل الملل والنحل وكذا من أصحاب المذايب الهدامة المنحرفة كالعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين وغير هؤلاء من الذين يزعمون أنهم أحرار حرية مطلقة كلا بل نحن عبيد لله مستسلمون له خاضعون إذا أمرنا بأمره اتمرنا بأمره وإذا نهانا عن شيء انتهينا عن ما نهانا الله عنه هذا أصل ديننا وأصل إسلامنا مع توحيدنا لخالقنا سبحانه وتعالى وإقرارنا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقنا بما قاله الله ورسوله فنحن عبيد لربنا وخالقنا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فاخترنا كمسلمين أن نكون عبيدا لله سبحانه لسنا بعبيد لأهوائنا لسنا بعبيد لبشر لسنا بعبيد لأحد غير الله سبحانه وتعالى قال تعالى إذ قال له ربه أسلم استسلم وانقاد وأخضع وأسمع وأطع قال أسلمت لرب العالمين استسلمت وخضعت وانقدت وأطعت رب العالمين قال أسلمت لرب العالمين ولم يقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا على نفسه بل دعى أبناءه إلى هذا ودعى الناس إلى هذا قال تعالى أوصى بأ إبراهيم بني ويعقوب أي أن إبراهيم عليه السلام وصى أبناءه بذلك وصىهم بالإسلام وصى أبناءه وصى إسماعيل وإسحاق بذلك وصىهما بأن يكون على الإسلام وأن يموت على الإسلام وصىهما بأن يخضى لله ويستسلم لله وينقاد لأمر الله سبحانه أوصى بأ إبراهيم بني ويعقوب أيضا وصى يعقوب أبناءه بذلك وصى أبناءه الاثنى عشر بذلك والذين منهم يوسف عليه الصلاة والسلام الذين منهم يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام فيعقوب وصى أبناءه أيضا بذلك قائلا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمع يعقوب عليه السلام أبناءه عندما حضرته الوفاة سألهم سؤالا قائلا فيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هنا يقول تعالى ذكره ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين اختار لكم الدين الحق واشتباكم له وهداكم إليه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اثبتوا على الإسلام حتى الممات وجدير بنا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا الأصل الأصيل في خضم هذه الفتن المطلاطمة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جدير بنا أن نتواصى بالإسلام وبالثبات عليه حتى الممات جدير بنا أن نتواصى بذلك فهذه وصية ربنا لنا ووصية إبراهيم الخليل عليه السلام لأبنائه وكذا وصيت يعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد كما سلف جمعهم حوله وفي مرض الموت سألهم أسئلة سألهم أسئلة ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إلها واحدا لا نشرك به شيئا لا نعبد معه غيرا فإلى نصارى مصر ها هو القليل إبراهيم ها هو يعقوب عليه السلام يسأل أبناء ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لم يقول أبدا نعبد عيسى ولا نعبد عزيرا ولا نعبد صنما بل يعبدون ربنا الأعلى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون مستسلمون منقادون خاضعون تلك أمة لا ما كسبت هذه أمة سلفت سطرت عليها أعمالها كتبت عليها أقوالها وأعمالها وسترت عليها سيرتها التي سارتها في حياتها كتبت عليها الأعمال والأقوال تلك أمة قد خلت قد ذهبت ومضت لا ما كسبت لا ما عملت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فلننشغل بأنفسنا وبإصلاحها وبتقويمها أما الذين ماتوا فقد أفضوا إلى ما قدموا إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هنا تفصيل قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا هكذا كل فئة زعمت أن الهداية في بابها ولا يصرح أن يقال إن اليهود قال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ولا يصح أن يقال إن النصراني قال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ذلك لأن اليهودي يكفر النصراني والنصراني يكفر اليهودي إنما التفصيل وقالت اليهود كونوا يهودا تهتدوا أو كونوا هودا أي يهودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا هكذا قالوا وكذبوا في قيلهم هذا قال تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فالهداية فيها في توحيد الله خالقنا في توحيد الله بارئنا وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين ثم يقول تعالى قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فنقول للنصارى آمنا بالله آمنا بما أنزل إلينا آمنا بالقرآن المنزل علينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط فكل شيء أنزل عليهم من الوحي آمنا به وما أوتي موسى وعيسى فنحن يا معشر النصارى آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل آمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل وآمنا بالقرآن آمنا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنا بالزبور الكتاب المنزل على داود عليه السلام آمنا بكل الكتب التي أنزل الله نوقرها ونعظمها وننزلها منزلتها اللائقة بها لقد قال ربنا في كتابه المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال في شأن الإنجيل وفي شأن عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وقد قال ربنا أيضا في الألواح المنزلة على موسى عليه السلام وكتبنا له فيها وقال تعالى في شأن الألواح المنزلة على موسى عليه السلام وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فنحن كمسلمين من فضل الله علينا أننا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمنا بكل الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى وآمنا بالرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه لا نفرق بين أحد من رسله وأكذا آمنا بقضاء الله وقدره قال تعالى قول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون أعود إلى ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقد ورد ذكره في صورة تسمت باسمه عليه الصلاة والسلام أله يا سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا ربه قائلا وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا نرى عجباً عن كتاب الله نرى بعداً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح الشخص يرى أقواماً ظاهرهم أهل ظاهرهم أهل فضل ومع ذلك ينادون بالديمقراطية شعاراً وبئس الشعار الذي يتقلد وبئس المذهب الذي يتمذهب به فأياذاً بالله من كل شيء يصرفنا عن دين الله أياذاً بالله من كل شيء يصرفنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام سأل ربه قائلاً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أي وَاجْنُبْنِيَّ أن نعبد الأصنام علم أن الذي يثبت على الإيمان والحق هو الله وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء في رواية إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغ إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وفهم آل الإيمان هذه الحقيقة أن الذي يثبت هو الله فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدونك رحمة إنك أنت الوهاب وكان من أيمان النبي عليه الصلاة والسلام التي يكثر منها بل كانت أكثر أيمان النبي يمينه بقوله لا ومقلب القلوب ذلك حتى يوقن الجميع وحتى يذكر الجميع بأن الذي يقلب القلوب هو الله هو الذي يثبت على الإيمان والذي يصرف عن الإيمان قال إبراهيم الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإن كانت آنذاك حجارة ففي أزمن أخرى تتحول الأصنام إلى تقوص تعبد من دون الله وإلى شرائع تشرع غير شرائع الله سبحانه وتعالى قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أعصاني فإنك غفور رحيم ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويعلمنا حسن التوكل على الله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرعا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة دعا لهم أول ما دعا أن يقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقوا من الثمرات لعلهم يشكرون إننا تتعلم حسن التوكل على الله من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ ترك هاجر إذ ترك هاجر مع إسماعيل عليهما السلام عند البيت المحرم وليس هناك آنذاك بشر يقطنون حول البيت وليس هناك جليس ولا ونيس ولا أنيس إلا الله لكن إبراهيم أمر من الله بأمر فلم يساعه إلا الامتثال وتعلمنا أجر أيضا حسن التوكل على الله فقد تركها مع إسماعيل عليه السلام وانصرف إذا بئت ناديه كما قال ابن عباس يا إبراهيم ولا يكاد يلتفت يا إبراهيم ولا يكاد يلتفت فقالت له أه الله أمرك بهذا أه الله أمرك أن تتركنا هنا في هذا المكان قال نعم بهذا أمرني ربي قالت إذن لن يضيعنا إذن لن يضيعنا ما دمت ممتسلا أمر الله فلن يضيعنا الله سبحانه وتعالى ما دمت فعلت هذا عن أمر من الله لك عن امتسال لهذا الأمر فلن يضيعنا الله سبحانه فأيها الإخوة أعلموا أن طاعة الله وامتسال أمره فيها كل عز وفيها كل أمن وفيها كل سلام بإذن الله والمطيع يكرم وتلك أصول ثوابت من أطاع الله أكرمه الله ومن عصى الله فإنه يذل ويهان إلا إذا أراد الله به أمرا آخر فذي أصول ثوابت المطيع يكرم والعاصي يذل ويهان إلا إذا تغمده الله برحمة منه وفضل فلنتفط لهذا فإذا هاجر قالت أه الله أمرك بهذا قال نعم بهذا أمرني ربي قالت إذا لن يضيعنا انطلق إبراهيم مسافرا وابتعد عن عين زوجته عن عين هاجر وولده إسماعيل ودعى ربه دعاء سمعناه في كتاب ربنا قرأناه في كتاب ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فدعى ربه أن تكون هاجر وإسماعيل من مقيم الصلاة فتلك بداية كل خير تلك بداية كل خير قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى فالله سبحانه خير الرازقين يبتغى عنده الرزق وتلتمس أسبابه ولكن التوفيق أيضا من الله فقد يلتمس أسباب الرزق ملتمس ولا يوفق لرزق بل يصاب بفقر بعد فقر فالله خير الرازقين لقد قال قوم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا بالله ظن السوء وظنوا بالله ظن السوء كما يفعل كثيرون في زماننا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون فلنعلم جميعا أن من أسباب الأمن والأمان والسلامة تقوى الله سبحانه وتعالى وقد دلت على ذلك نصوص عدة وإن غفل عنها الغافلون قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون قال تعالى في كتابه الكريم شن إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تاوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هكذا قال ولقد استجاب الله دعاه فإن هذا رب تليت مع وليدها بكرب شديد بفقدان الماء فجرت جريا وسعت سعيا لإنقاذ ولدها بالبحث عن الماء فتفجرت لها زمزم عينا معينا فسقت وليدها وشربت ورويت وبعد تهافت الطير إلى المكان فعرفت القبائل بوجود ماء من تهافت الطير إلى المكان فسعوا وكما قال إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تاوي إليهم فاتتها القبائل تستأذنها في الماء وفي الانتفاع بالماء التغذي تستأذنها في ذلك فجاءت الأفئدة بقلوب راغبة بقلوب كذلك مكرمة لأم إسماعيل لهاجر عليه السلام قال إبراهيم وارزقه من الثمرات لعلهم يشكرون فلم يسأل الرزق لمجرد الرزق إنما سأل الرزق كي يشكر كي تشكر هاجر وهاجر كانت أم ولد لإبراهيم عليه السلام فلذا أنا أحترز من القول بالزوجية هنا في أم ولد كم هو معلوم زوجة إبراهيم سارة عليها السلام وكانت هاجر أهديت إليها من الجبار ثم أدتها هاجر إلى إبراهيم عليه السلام كامت من الإماء وبعد ولدت هاجر لإبراهيم إسماعيل عليه السلام فكانت أم ولد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لعلهم يتجعون إليك بالشكر فحق لربنا علينا أن نشكره وقد آذن بزيادة النعم وأعلم بذلك في قولة لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وكما قال علماؤنا وإئمتنا إن كلمة الحمد لله هي كلمة كل شاكر بها يدفع البلاء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم بها تستدر الأرزاق لإن شكرتم لأزيدنكم بها تدفع النقم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فجدير بنا أن نكثر من شكر الله سبحانه وأن نحمده قال إبراهيم عليه السلام مذكرا ونحن نتذكر قوله ونتمعن فيه ونتدبر قال الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هكذا قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمهما أخفينا من الأمور فإن الله يعلمها ومهما أفدينا فإن الله يعلمها لا ينشغل بشيء عن شيء لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير يراقب الجميع يراقب الجميع ويعلم السر وأخفى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ثم حمض رب على نعمه قائلا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإصحاق فكما سلف كان إبراهيم عليه السلام أكثر حياته لا ينجب وتعلمون حال الذي لم ينجب حال الذي لم ينجب يكون في كثير من أحيانه منكسرا يرى أولاد الناس ويرى بنات الناس ولم يرزق بالولد فهو دائم سؤال ربه ويمنكسر إلى حد كبير وقد يؤرس هذا الإبتلاء نوعا من الإخبات لله نوعا من الدعاء والرجاء فلذا نرى كثيرين ممن لم يرزقوا بالأولاد أو بالبنات يدعون ربهم ويتأملون الكتاب العزيز فمنهم من تره يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ومنهم من تره يقول رب أبلي من لدونك ذريات طيبة إنك سميع الدعاء ومنهم من تره يقول ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ومثل هذا لا تكاد تراه في من أنام عليه بالأولاد والبنات فالحاصل أن الذي يحرم الأولاد أو يحرم البنات أشد تدرعا إلى ربه هكذا يفترض والخليل إبراهيم كما سلف أكثر حياته على هذا لم يرزق بالولد إلا في أواخر حياته الحمد لله الذي واب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لا سميع الدعاء إن ربي لا سميع الدعاء سميع سمعا يقتضي الإجابة بإذنه فأحيانا يطلق السمع على السمع المقترن بالإجابة فيقال إن ربي لا سميع مجيب كما تقول سمع الله لمن حمده سمعك الله وأجاب دعائك أو شكر لك صنيعك فكذا كلمة سمع تكون مقرونة أحيانا إما بطاعة من البشر وإما بإجابة فإذا قلت لشخص قد سمعت قد سمعت معنى أنني سمعت وأطعت قد سمعت وأطعت فقول إن ربي لا سميع الدعاء أي سميع مجيب للدعاء إن ربي لا سميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي جعلني مقيم الصلاة كرر سؤال ربه أن يجعله مقيما للصلاة كيف هو يقيمها ويسأل الله الثبات على إقامتها فالموفق لآمن وفقه الله وكما قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فإبراهيم عليه السلام دعا ربه بذلك قائلا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء فلنكسر من الدعاء ولنسأل الله قبول الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا قال إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فبدأ بنفس وسن بوالديه وسلث بالمؤمنين فهنا مسألة تسار ويستغفار إبراهيم لوالديه ذلكم المتضمن استغفارا لوالده هنا أمر كما لا يخفى أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه مشركا وكان إبراهيم عليه السلام قد وعده وعدا أن يستغفر له لما قال له أبوه لئن لم تنتئل أرجمنك أجرني مليا ابتعد عني لأريد أن أراك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فهنا استغفر ربه بناء على الموعدة التي وعداه إياه استغفر ربه بقوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولكن لما علم أن أبوه مات على الشرك نهي عن الاستغفار لأبيه المشرك وتبرأ منه قال تعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم والتبين هذا كما قال فريق العلم يكون بالوفاة على الشرك فإذا مات الرجل مشركا فلا يحل لنا ولا يصح لنا بل حرام علينا أن نستغفر له إذا مات على الشرك قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداء إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواء حليم فإذا مات الشخص على الكفر نتبرأ منه لا نجامل ونثني عليه بعد الموت وقد مات على الكفر فنتسبب في إضلال أقوام فقد مات عن قريب طاغية من الطغاعة الذين عاشوا حياتهم على الكفر وأضلوا جبلا كثيرا من الخلق ورأينا من يجهل ويترحم عليهم حائدا بذلك عن الكتاب العزيز عن سنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة ويتم تسليم لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استاذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستذنت أن أستغفر لا فلم يأذن لي ولقد قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم فالاستغفار للمشرك الذي مات على الشرك ضلال فإذا استغفرت له استغفرت له وقد علمت النص المانع من الاستغفار له فقد وقعت في ضلال عظيم قال تعالى أما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائيا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم أيها الإخوة لقد أمرنا بالتأسهب إبراهيم عليه السلام في تبرؤه من أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الزيغ ونهين عن التأسهب في هذه الجزئية التي هي الاستغفار للمشرك الميت قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبداً حتى تؤمنوا بالله وحداً إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك فلا تتأسوا بإبراهيم في هذه الجزئية لا تتأسوا به في قوله لأبيه الذي مات على الشرك لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء فلا تتأسوا به في هذا الباب أما سئر أحواله فلكم فيه أسوة لنا أيها الإخوة أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبداً حتى تؤمنوا بالله وحداً لقد ضعت عقدة الولاء والبراء عند الكثيرين في هذه الأزمان لقد ذابت عقدة الولاء والبراء عند الكثيرين في هذه الأزمان لقد تخلى الكثيرون عن التأسيب إبراهيم عليه السلام في تبرؤه من الشرك ومن أهل الشرك إن انحرافاً حصل في المسيرة الإسلامية الآن عند الكثيرين واغتلاط الحابل بالنابل واغتلاط المشرك بالمؤمن من غير تمييز بين صحي المعتقد وسقيم فجدير بنا أن نصحح معتقداتنا في هذه الأيام التي انشغل الناس فيها كثيراً عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلتهم الفتن والانتخابات والرئاسات والمصالح والمحصوبيات شغلتهم عن الوحيين عن الكتاب العزيز وعن السنة المباركة شغلتهم كثيراً عن ملة إبراهيم فأصبح كثير من المرشحين لانتخابات الرئاسة على استعداد لبيع دينه ولبيع ضمائره مقابل أن يدل له بصوت من شخص كافر أو مشرك ويا للعار أن تتنازل عن دينك مقابل عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية الزائلة فجدير بنا أن نثبت على هذا الناجي القويم على كتاب الله على سنة رسول الله على مبادئنا التي في هذا الكتاب العزيز وفي السنة المباركة ولنعلنها مدوية على رؤوس الأشهاد إنا مسلمون نرغب في الكتاب العزيز ونرغب في السنة المباركة ونبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام نبرأ إلى الله من كل شرعة تخالف شرعة الله نبرأ إلى الله من كل من أشرك بالله أو جعل له ولداً أو جعل له صاحبة نبرأ إلى الله من كل هؤلاء نوحد ربنا ولا نشرك به شيئاً نسعج أيدي لأن تكون كلمة الله العليا غير بائعين ديننا بثمن رخيص ذاهب وزائل ألا فلنتمسك بملة إبراهيم عليه السلام بالحنيفية السمحة في وقت انصرف الناس فيه عن الحنيفية السمحة إلى لوس الديمقراطية إلى لوس الدستير إلى لوس العلمانية إلى لوس المدنية إلى لوس غير الشرائع الإسلامية فكل شريعة من الموجود الآن وكل دستير الدنيا كلها ملوثة بالقاذرات إلا شرعة الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه ما فرط في الكتاب من شيء السلام عليكم ورحمة الله أرجو إلى ما كنت بصدد من السلام عليكم عليكم السلام نعم الشيخ مصفى نعم لو سمحتنا فيه بنك عندنا بيدي فلوس على نعم فبياخد يعني بيصحب بياخد 40 ألف هو بياخد على فإنهم يشغلوها في مشروع ومقابل أنها يسدوها أقصاد وهياخد في السنة 3100 أنا عايزة أصحب القرط ده على أساس أن أنا مش عمل مشروع أنا أجهز ولا دين عندي فمش عارف الفلوس ما يستحب حرام ولا لازم أعمل مشروع زي ما هم عايزين يا أختي أعيدي سؤالك في بانت في مين بانت بيئسة بيئسة البنوك وبيئسة التعامل مع البنوك بالربع بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم جزاكم الله وكل الله خير وياك نبي سأل أفضلك الشيخ تفضلي أسماء قراءة القرآن إذا مردت بآية استغفر استغفر وإذا مردت بآية شكر أشكر والسؤال الثاني وقت العشاء إذا صبت المرأة قبل صبت العشاء قبل أذن العشاء هل يحق لها أمدى وجزاكم الله وعنكم سأل وجزاك الله ومسلام ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الليل يقرأ القرآن فإذا مر بآية فيها رحمة سأل وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ فتلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ومن العلماء من أطرد أطرد القول كالإمام النوي فقال إذا مررت بآية فيها تسبيح فسبح وقد يشهد لهذا المعنى أن النبي عليه الصلاة السلام بعد ما نزل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نقل بعض المفسرين كصاحب تتمة أضواء البيان اتفاق المفسرين على أن الإمام أو أن القارئ إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين أو قال سبحانك اللهم فبلى والله أعلم فلك أن تفعلي ما ذكرتي ولا المعند الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم لو سمحت يا شيخ أنا أنا زوجي طلقني ثلاث مرات بعد المرة التانية رحت دار الإفتع فقالوا لي وقعت الطلقة الأولى والطلقة التانية ومعيني الطلقة التالتة برضو زي الأولى وزي التانية لكن لمعاته أن هي التالتة قالوا لي ما وقعتش وفي الثلاث مرات وقال لي أنت طالة وكان ساعة غضب شديد على كل حال على قولك الطلاق واقع ولا تحلي لو لكن كتمام كيتمام للفتوى أرجو أن يتصل بي أو تتصل بي أنت إن شاء الله كي أستمع بتفصيل أوسع إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل ماذاك يا شخنا الله يكرمك الحمد لله بارك الله فيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمتعك بصحتك وأن يرفع قدرك وأن ينفع عبت الإسلام والمسلمين ولك والسامعين والسامعات بمثل اللهم أمين الله يبرك فيتي شيخنا الله يتم والله فيه سؤال يا شيخنا صد بالنسبة للأرياف عندنا يعني الناس اللي عندها نص فدان وفدان بدأوا يعني ما يدفنوش موتاهم في قبور المسلمين بدأ كل إنسان منهم يعني يعمل قبر في أرضه الخاصة به وتبقى يعني الفدادين كده مجورة بعضها وكل واحد دافن أبوه أو عمه أو الموتاه يعني في أرضه فإيه حكم الإسلام في هذا الأرض ما السبب ما الحامل لهم على ذلك ولك حج حجته من المقابر بعيدة يعني والذي أخشاه فقط الذي أخشاه أن يمتهن القبر أن يمتهن القبر يدأس بالأقدام ويوطأ ويجلس عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده فتخلص إلى جلده أيصر عليه من أن يجلس على قبر فأخشى من امتهان القبور أما الدفن في الأصل فجائز لكن أيضا سيخرم الاستغفار لأوه من الذاهبين إلى القبور أو التسليم عليه من الذاهبين إلى القبور السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت شيخي بعض العصر في الختاوى سألتك سؤالين لكن لم أسمع الإجابة بالنسبة للعمل المجاري شيخي إلا مستطع أن يأتي بثوب يصلي على حاله نعم نعم عامل المجاري عامل المجاري إن لم يصدع أن يصحب معه ثوب في العمل هل يصلي على حاله والنجاسة تصيب ثوبه تصيب ثوبه الله سبحانه وتعالى يقول والثيابك فطاهر نعم فتلزم طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان يعني لا تجوز الصلاة وهو على ثوبه النجاسة اسبر علي اسبر علي نعم الأصل أنه يلزمك أن تطهر ثوبك وبدنك ومكان صلاتك الأدلة على ذلك كثيرة لكن هب أنه عاجز تماما هل تترك الصلاة أم لا صلي وهذه استطاعتك لكن الأصل أنك تلتزم طهارة الثوب والمكان والبدن السلام عليكم السؤال الثاني نعم السؤال الثاني بالنسبة للوقت الزكري يا شيخي قلت لي يجوز أم لا يجوز في غير وقت الحيب ما هو الوقت الزكري نعم نعم الوقت الزكري الرجل يضع يا أخي أنت جرحت حياة أنا مرارا بمثل هذا الكلام وأجبتك مرارا أعتذر ممكن تراجع الفتاة وبرك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله جزاك الله وبركاته جزاك الله وبركاته وذهبت إلى المركز مركز نبرو زهبت إلى مركز نبرو يا أخي يا أخي كي أعمل بها فيها يا أخي يا أخي يا أخي اسبر استمع أنت الآن سميت يعني عفوا وصفت ورميت زوجتك رميت زوجتك بأنها سحرة على رؤوس الناس وقد يكون الأمر غير ذلك فعفوا ممكن تخاطبني في الآتف بدل ما تجرح زوجتك بهذه الطريقة أمام الناس بارك الله فيكم هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت فبين يد الإنقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الخير والحق رافعة للواء التوحيد وللواء أهل السنة والجماعة أسأل الله أن يبرك في أصحابي وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا وأعود مذكرا قائلا بأن بعض الفضائيات وبعض أجهزة الأعلام تدولت خبرا مفاده إنشاء أول حسينية في مصر لشيعة الروافض البعداء البغضاء فإذا كان ذلك كذلك وكان هذا حقا فجدير بالمسؤولين في مصر وقد فعل هذا في غيبة منهم وفي انشغالات منهم بما هم فيه أن يتفطنوا لهذا الخطر الدائم الوارد إلى بلادنا المتمثل في إنشاء مراكز للتشيئة والرفض الخبيث الذي من شأنه أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي تحريف القرآن ويطعن في أم المؤمنين عائشة ويرميها بالفحشة إلى غير ذلك من موبقات الشيعة الروافض البعداء البغضاء فقاموا حسينية على ما تناقلته الأخبار في غفلة من المسؤولين وغفلة من أهل العلم فجدير بالمسؤولين عن الأزهر وعن الإفتاء وعن المجلس العسكري وعن العلم عموما أن يتفطنوا لمثل ذلك وأن يزيلوا هذه القاذورات التي دخلت بلاد مصر السنية المسلمة في غفلة من أهلها فجدير بنا وبالمسؤولين أن نتفطن لمثل هذا الخطر الدائم والتشيع البغيض هذا وأهيب بالجماعات الإسلامية التي قدمت مرشحين لرئاسة الجمهورية أن يبينوا موقفهم من هذه الدولة الشيعية ومن التشيع البغيض الوافد إلى مصر فإن هذا خطر يتخوف منه يتخوف أن يستقدم التشيع إلى مصر بناء على تصرفات بعض الجماعات فجدير بنا أن نتفطن لمثل هذا وأن نلحظ مثل هذا فإنه عار على المسؤولين جميعا في هذه الأوينة والذين يتقلدوا زمام الأمور في هذه الأوينة أن تنشأ في أزمنتهم أول حسينية شيعية رافضية في تاريخ مصر فالجدير بنا جميعا أن نتحرى لأمر ديننا وأن نتحرى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندفع كل لوث عن ديننا وعن سنة رسولنا الأمين هذا وأهيبوا بنصارى مصر أن يسلموا لله رب العالمين ويتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال بدعواهم أن الله له ولد فإني لهم ناصح إني لهم ناصح ولهم علينا حق الجير ولهم علينا حق الجير والجار يحسن إليه ومن أعظم الإحسان إليه أن نرشده إلى ما ينقذه الله به من النار فوحدوا ربكم ونزيوا عن الصاحبة والولد هذا وأهيبوا بالصوفية المصريين أن يتركوا ما يقولونهم من مدد أفلان ومدد أفلان من الأموات فإن هذا شرك وضلال وقد قال تعالى ومن أضل من من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بأبادتهم كافرين وسمعت عرضا عن البرمجة العصبية التي قال عنها في بعض الفضائيات وهذه البرمجة العصبية نوع من أنواع الضلال وأنواع الابتزاز الإسلامي والمسلمين فأحذر منه إجمالا الآن وسيأتي وقت واسع للتفصيل فيما أسمعه البرمجة العصبية وبينما عليها من مؤاخذات عقدية هذا وختاما ختاما أُنصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الأي تبارك وتعالى وبالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذا أُنصي نفسي وإخواني والمسلمين والرئيس المزجون والوزراء المزجونين أُنصي الجميع برد المظالم إلى أهلها وبالتوبة إلى الله فباب التوبة مفتوح وختاما فلنكثر من الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته